أما حول إغلاقات الأسواق المصرية ينضم إلينا الآن من القاهرة دكتور معتصم الشاهدين نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتدول الأوراق المالية أهلا بك معنا دكتور معتصم تعازين أولا لضحايا الأحداث الأمنية ولمن راح ضحيتها خلال اليومين الماضيين والشعب المصري اليوم السوق امتصت على ما يبدو هذه الأحداث ورأيناها تتجاهلها لنرى بعض المكاسب التي طالت الأسهم القيادية وأيضا بالمؤشر 50 برأيك هل احتسبت الأسواق منذ فترة طويلة وتحديدا يمكن من نهاية يونيو الماضي أي أحداث أمنية ولذلك رأيناها ترتفع اليوم الحقيقة السوق يعني بيراهن على حاجتين أن أول حاجة الإصلاح الاقتصادي وأن مصر خدد الخطوات الأولى لنتجتها في المستقبل هيكون ندائجها جيدة جدا على الاقتصاد المصري لكنها يحتاج بعض الصبر الحاجة الثانية بيراهن دايما في أي حدث على تماسك الشعب وعلى قدرة القيادة على تجاوز هذا الحدث لما نشوف النهاردة الشعب ازاي كله كان يعني بيعزي أزر الضحايا والشعب كله كان زعلان على هذا الحدث الأليم وأن تم الإعلان من سيادة الرئيس على اسم يعني مرتكب الحادث وبالتالي ده بيزيل كتير من المخاوف الأمنية الموجودة عند البعض وبالتالي بيعجز ذلك على السوق بشكل مباشر كمان التضفق النقدي لداخل السوق خلال الفترة الماضية من الأجانب بشكل كبير جدا وإن كان النهاردة فيه تعادل نسبي في أداءهم لكن التضفق ده بيدي دعم كبير جدا للسوق من وقت إلى آخر كمان الخطة الواضحة ومؤتمر الشباب اللي كان قد رسالة إيجابية جدا للسوق على مدى التحاور بين الحكومة والشباب مثل الحوار بين الحكومة والشعب أن الحكومة بدأت والأول مرة منذ فترة طويلة أن يتصرح الشعب بالصعوبات اللي نحن نواجهها كيف سنواجه هذه الصعوبات إيه توقعاتهم للمستقبل تحسن في المناخ الحوار العام وده في حد ذاته بيؤدي إلى تحسن النتائج المستقبلية بإذن الله وبالتالي أعتقد أن النظر العام للسوق ليس للحادث فقط هو اللي ساعد كتير على تجاوز هذه الأزمة هل سنرى أي تأثير برأيك لتحركات سعر صرف الدولار يعني خلال الفترة القادمة أو الجنيه يعني بعد هذه الأحداث الأمنية دكتور معتصم ولا لن يكون هناك أي تأثير لا بالتأكيد ممكن يبقى فيه بعض التأثير وشايفين نهاردة يمكن بعض البنوك أزادت من أسعارها بعض الشيء خاصة في سعر البيئة لكن بشكل العام ما يهمنا كاقتصاد مش سعر الصرف احنا مش عاوزين نتكلم بقى سعر الصرف الجنيه أمام الدولار كام حاوزين نتكلم طول ما فيه حركة للدولار داخل البنوك بشكل رسمي ده هيقضى على السوداء ده هيخلي تدخل مصر مرة تانية ده هيخلي المصريين في الخارج يحولوا فلوسهم على البنوك بشكل رسمي ده هيقلل من مخاطر المتعاملين بدل ما كانوا بيشولوا فلوسهم في الشوارع ويتعرضوا لمخاطر جمى سواء مخاطر سرقة أو مخاطر ان هما بيتعاملوا بشكل غير رسمي أو غيرهم من مخاطر وعدم الشفافية وخيره وبالتالي الاقتصاد هيتحسن بشكل كبير طول ما احنا محافظين على ان الدولار بيتحرك في شرين الشرعية لهذا الاقتصاد وهي الجهاز المصرفي هو ده اللي بيهمنا في الشكل الأساسي نحن ما نلاقيش سعر سوداء مختلف عن أسعار البنوك لا ده هما حتى لو فيه تعاملات خارج نظام المصرفي التعاملات دي بتتم داخل حدود السعرية اللي بيحطها النظام المصرفي ده اللي هيضمن استمرارية النجاح كمان يهمنا قوي ان لما بتحصل أزمات والبنك المركزي ما بيتدخلش وسعر السعر اللي بيتحرك بشكل طبيعي طبقا للأزمة سواء يعني يتحرك لأعلى بعض الشيء أو ان فيه حاجة إيجابية اللي حصل لانخفاض في سعر السعر أو غيره ده هو الهد السقة لمستثمر العربي والأجنبي ان يدخل البلد دي ان هي مش هتتراجع تحت أي ضغط من الضغوط عن هذه الخطوات الإصلاحية في حد ذاته اللي حصل النهاردة في الجهاز المصرفي وان هو تعامل مع سعر السعر في شكل واقعي هو ده الهد السقة لمستثمر ان الدولة دي تحت أي زرف تحت أي أزمة مش هتتراجع عن هذه الكارات وهو ده الأمر المهم في هذا الشأن وده الأمر اللي احنا يهمنا جدا في هذه المرحلة نحن نثبت أن الكارات الإصلاحية دي كارات مستمرة مش هنتراجع عنها تحت أي ظروف تحت أي أزمة تحت أي موقف طارق يحدث للبلاد احنا شفنا خلال الأسبوع الماضي أيضا الاجتماع الثاني للمجلسة الأعلى للاستثمار دكتور ماطاسم ويمكن لأكد فيه الرئيس المصري على عملية تعجيل التروحات بالنسبة للشركات الحكومية لكن حتى الآن لم نرى تحديد موعد معين لعملية هذه التروحات برأيك مجرد الإعلان عنها هل سيعطي نوع بمزيد من الطمأنينة بالنسبة للمستثمر وأيضا ارتفاعات أقوى مما نشهده بالسوق مما حدث خلال الأسبوع الماضي أولا من ناحية ما فيش معاد محدد للطرحات لكن هناك معاد تقريبي يعني في الربع الأول من عام 2017 ويمكن ده معاد قريب أوي مش هحنا نقول معاد بعيد لكن نحن نقول معاد قريب أوي ثلاث شهور ده مش فترة زمنية طويلة خاصة وإن أعلن عن أسماء بعض الشركات اللي هيتم الطرح فيها ويمكن منها شركتين أموكسيدي كريرمو أصلا متدولين في سوق الأوراق المالية سيتم طرح حصة إضافية زائد شركة أمبي على سبيل المثال تم برضو الحديث عنها كمان تم الحديث عن بعض الشركات في أقطاع مصرف من قبل الأستاذ طريق عامر محافظة بنك المركزي وبالتالي إعلان أسماء بعض الشركات في حد يزاده بيدي جاذبية كمان أحالي يجب أن ننتظر بعض الشيء لما يأتي ثمار الخطوة الأولى لإصلاح وهي تحرير سعر الصرف الثمار ده لما يأتي ويحصل تضفه للإستثمارات الأجنبية نضمن لتغطية هذه الاكتتابات وسهولة عملية البيع وأن يكون التسعير جيد بالنسبة للحكومة وجيد أصلا أيضا بالنسبة لمستثمات وأشكر وجودك معنا دكتور معطسم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية كنت معي مباشرة من القاهرة اشتركوا في القناة